اشتركوا في القناة وكانت واقفات عند صليب يسوع امه واختة امه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية فلما رأى يسوع امه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لامه يا امرأة هو ذا ابنك ثم قال للتلميذ هو ذا امك ومن تلك الساعة اخذها التلميذ الى خاصته هل اختبرت الوداء في حياتك هل اصطرد ان ترحل في حياتك وتترك الغالين على قلبك واحدهم اغلب الاحيان في مجتمعاتنا بنقيم المرأة كأنها جاهلة ضعيفة ذو قيمة قليلة لكن المشهد هنا عند الصلب المسيح بنشوف الموضوع العكس بنشوف سيدات كثيرات علنوا عن ايمانهم ومتابعتهم للمسيح حتى وقت الصلب بين المسيح قمة الاهتمام والرعاية ومشاعر الدافية لامه وللاشخاص اللي كانوا حولها من خلال الطلب اللي قرناه وهو على الصليب لكي يموت وهم نشوف المسيح بيتكلم لامه بكلمة امرأة وليست امي والسبب ان موتى على الصليب كان لابد ان يقطع تلك الصلة الجسدية وانه يقول المفروض لا تعرفين اني حسب الجسد لكن تعرفين اني كرب وسيد ولهذا بنشوف في الاناجيل بعدين انه مريم ام المسيح بالجسد في وقت القيامة هي ما كانت حاضرة عند القبر لكن هي كانت مع التلاميذ وبتصلي فبنشوف اهنا درس كثير مهم عن اهتمام المسيح بامه والاشخاص اللي موجودين حوله وبنفس الوقت بنشوف ان مريم بنفسها ما اعتبرته ابنها بالطريقة اللي نفهمها بان هو كل الوقت ابنها لكن هي اعترفت بالاهوتة اعترفت بالسيادته اعترفت بموته واعترفت بقيامته وهي كانت ويا التلاميذ بتصلي وبتعلن ايمانها بكل الاوقات هاليوم انت تقدر ايضا تعالن المسيح الملك والسيد والمخلص على حياتك اللي مات وقام من الاموات على مد يدفع ثمن خطيتك وتكون عندك انت الحياة والحياة الابدية والربي باركك بيعطيك وقت حلو واتمنى انه هذا العيد يكون فعلا وقت مميز بحياتك الشخصية والروحية نشوفكم بخير اشتركوا في القناة